دعونا نضع برنامج R-Sync اللي هو عبارة عن أداة تستخدم لنسخ البيانات من مكان لمكان تاني بسكريب باش بسيطة رح نستخدمها لنقوم بما يشبه بعملية الباك أب أو النسخ الاحتياطي لمحتويات مجلد لنسخها لمجلد تاني وبعدين نشوف كيف منسترجح هاي البيانات للمجلد الأصلي ليش اخترت R-Sync بالتحديد؟ لأنه ميزة R-Sync وقت اللي بيعمل عملية النسخ بالبداية بيعمل عملية مقارنة بين محتويات المجلد الأول ومحتويات المجلد الثاني أو Source والTarget وبينسخ بس البيانات اللي تم تغيرها تم تغييرها أو البيانات اللي موجودة بالمجلد الأصلي ومالها موجودة بالمجلد الجديد فعملية النسخ بتكون أسرع بكتير من أني استخدم CP اللي بينسخ كافة المحتويات بدون ما يعمل أي عملية مقارنة فبالبداية لحتى أني أكتب اللي سكريب لازم أني أكتبها باستخدام أي محرر نصوص فرح أعطيها اسم أنا موجود ضمن مجلد أو ضمن مسار الهم فبدي أعمل سكريبت رح سميها Select ورح أفتحها بالVim فرح قل له فيه اللي هو Alias للVim وبدي سميها Select.sh هلا بالبداية لازم أني حط مثلها مثل أي سكريبت باش لازم أني حط الشيبانك اللي رح تكون الهاش وبعدين رح أعطي المسار للصدفة أو الشي اللي بدي أستخدمها أنا بدي إياها تكون صدفة باش بالتحديد أو سكريبت باش بالتحديد فرح أعطيه المسار الكامل للباش فرح قل له USR بين ENV اللي هو Environment وبعدين رح أعطيه اسم الصدفة اللي هي مثل ما حكيت باش بعدين رح حدد شو هو المجلد اللي بدي أنسخه وشو هو المجلد اللي بدي أحفظ البيانات فيه فرح سمي Two Variables رح حط متحولين جديد بالمسارات لهذه المجلدات فرح سمي المجلد الأول أو المتحول الأول رح نقول اسمه Source رح يكون فيه له محتوى ضمن Cotation Mark لحتى ما يصير فيه أي عملية تلخبطة باختيار المسار أنا بدي أنسخ محتويات مجلد الDocuments فهو رح يكون ضمن الHome والDocuments رح حط سلاش بالنهاية اللي سلاش ضرورية جدا أهميتها لأنه إذا ما حطيت الاسلاش وقت اللي بيستخدم الرSync إذا ما فيه سلاش بل على القليلة بالSource وليس بالTarget إذا ما فيه سلاش بنهايتها فهو رح ينسخه كمجلد وما رح ينسخ محتويات المجلد أنا اللي بدي أنسخه هو محتويات المجلد فالسلاش ضرورية جدا هلا هذا بالنسبة للSource كمان رح عرف متحول تاني رح سميه Target اللي هو وين بدي أحفظ هاي البيانات فأنا بدي حطها بمسار موجود عندي بمجلد عندي موجود بهذا المسار طبعا أنت بتختار المسار اللي بدك ياه إذا ما كان عندك المسار أو المجلد موجود فبتقوم بإنشاؤه وطبعا رح حط السلاش بالنهاية لحتى ما تصير أي عملية لحتى ينسخ بس المحتويات أثناء عملية الاستعادة طيب هلأ بعد ما حددت المجلدات اللي بدي أنسخها واللي بدي أحفظ فيها لازم أني أكتب السكريب أو أكتب شو هي الأوامر اللي رح تقوم بعملية النسخ بحد ذاتها لهذا السبب رح نستخدم حلقة أو لوب خاصة ضمن باش اسمها Select لهذا السبب أنا اخترت اسم السكريب كSelect هاي الحلقة اللي بتعمله أنه بتاخد أكتر من اسم وبعدين بتعمل عملية دوران عليها أو لوب عليها ووقت اللي بنفذ السكريب رح تعطيني هاي الأسماء اللي اخترتها وبعدين تسمح لي أني اختار منها فأنا بدي أعمل بدي يكون في عندي اسمين أو أمرين بدي يكون في عندي اسم أو بدي يكون في عندي option للباك اوب اللي هي عملية النسخ وبدي يكون في عندي option تاني اللي هو الريستور لعملية الاستعادة فكيف رح استخدمها خلينا نجي ونقل له Select بعدين رح أعطي أي اسم بيخطر على بالي اللي هو اللي هو رح يظهر بالخطوات اللي بعدها فلنقول option وبعدين رح قل له إن رح شوف أنه الكلمات المفتاحية أو الكيوود طالعة بألوان مختلفة عن الكلمات العادية طيب مثل ما حكيت رح يكون في عندي خيارين إما الbackup space وبعدين restore بعدين بالسطر اللي بعده رح قل له do رح قوم بعدد من المهمات أو من الأوامر وبالأخير رح قل له done هاي هي الهيكلية لحلقة Select ضمن الفراغات الفاضية رح نعبي البيانات اللي نقصتني فأنا اللي بدي أعمله بدي أعمل بدي أحط شرط إذا كان option هو back up أعملي شي معين وإلا إذا كان option restore أعملي خطوات تانية فرح نستخدم if بعدين رح افتح قوسين مربعين سكر القوسين المربعين رح حط فاصلة منقوطة ورح قل له then هون رح اعمل مجموعة من الخطوات وإلا فرح قل له else if e-l-i-f كمان قوسين مربعين قوسين مربعين فاصلة منقوطة then رح يعمل لي أشياء تانية بعد ما خلص من الف الأولى والف الثانية لازم أني انهي الف فرح قل له fi وبعدها رح قل له break لحتى ينهيلي الحلقة هاي هي الصيغة اللي بدي أعملها خلينا نمسح الفراغات اللي ما لها داعي طيب لا نيجي شوف كيف رح عبي الشروط اللي حطيتها فرح ايجي لضمن الأقواس المربعة أول شي لازم يكون في عندي space بعدين رح حط dollar sign رح افتح قوس ورح قل له option اللي هي الكلمة اللي أنا حطيتها هون لو كنت حاطت كلمة غير option فرح تحطها بهذا المكان ضمن القوسين بعدين رح حط space رح قل له يساوي يساوي هاي شو بدي يها تكون مساوية بدي يها ضمن quotation تكون مساوية لكلمة back up وبعدين بعد ما سكر القوتيشن بحط space تاني قبل القوس المربع طيب إذا كان هاد الشرط محقق شو بدي يجي شو بدي يعمل رح ايجي لبعد كلمة then بدي أستخدم مثل ما حكيت أمر rsync ما رح ندخل بتفاصيل rsync بس رح أعطيه فلاق واحد اللي هو dash a وبيدي انسخ السورس للتارجت هاي الخطوة الأولى اللي هي عملية ال back up فضمن كوتيشن مارك رح أعطيه $ sign ورح قل له source بالكامل وبعدين رح أعطيه space تاني ورح حط ال target اللي هي كمان $ sign و target هاي بالنسبة للخطوة الأولى اللي هي عملية النسخ الاحتياطي أو ال back up طيب فيما يخص عملية الاستعادة رح تكون العملية مطابقة تماما فال option بدل ما تكون مساوية ل back up بالدية هتكون مساوية ل restore فرح يجي للأقواص المربعة بحط space وبفتح وحط $ sign وبفتح قوس كمان رح يكون نفس الاسم اللي كان option رح حط space يساوي يساوي ومثل ما حكيت ضمن القوتيشن بدل ال back up رح حط ال restore رح سكر القوتيشن ونحط الفراغ لا ننسى الفراغات بسكريبتات باش الفراغات مهمة جدا هلأ رح انسخ هذا السطر رح أنه رح يكون مطابق تماما بس رح استبدل السورس رح حطها target والتارجت رح اعملها source هلأ هاي هي كل السكريبت بكل بساطة خلينا نحفظها ونعملها executable فرح قل له touch mode plus x select خلينا قبل ما ننفذها نتأكد انه المجلد اللي بدي احفظ البيانات فيه او التارجت ما فيه اي محتويات فلو اجيت وقلت له ls شايف انه انا نفذت هاي السكريبت البداية قبل ما ننفذ العملية فرح نحزف هاي المحتويات رح قل له rm ورح امسح كافة المحتويات هلأ لو رجحنا وتأكدنا شايف انه ما ضل عندي اي شي هلأ لحتى نفذ lscript رح قل له dot slash و select رح اعطي enter متل ما شايف هاي اللي حكيت عنه بالبداية انه رح يعطيني options اللي انا حطيتها اللي كانت backup وال restore فانا بالبداية بدي اعمل عملية ال backup فرح اعطيه الرقم واحد ما طلع عندي اي output بس ما عطاني اي errors فهذا يعتبر دليل ممكن انه يكون دليل انه اللي تشتغلت بشكل صح خلينا نتأكد من هاد الكلام فاذا رشعت وقلت له ls لشوف محتويات ال backup شايف انه تمت عملية النسخ بنجاح طيب بدي اعمل عملية الرستور لحتى اعمل عملية الرستور رح نعمل تغيير على المجلد الاصل فبالمجلد الاصل لو قلت له ls documents رح شوف انه عندي نفس البيانات من هون رح احزف واحد من هاي الملفات لنقول رح احزف هاد l chart فرح قل له rm وبيدي احزف l documents اللي هو l chart اذا قلت له ls documents رح شوف انه l chart ما عاد موجود انا لسه موجود ضمن ال home directory اللي موجودة فيه lscript فرح ارجع نفذها مرة تانية فرح قل له select وبدل ما اختار الرقم واحد رح اختار الرقم اثنين اللي هو restore رح اضغط رقم اثنين وهلأ لو اجيت وقلت له ls documents رح شوف انه l chart رجع موجود عندي بالمسار الاصلي طيب هاد اذا كنت دائما بدي اعمل عملية النسخ لهدول المسارين او عملية النسخ الاحتياطي وال restore لهدول المسارين بالتحديد اما لو كنت انا بدي حدد شو هو المسار بكل مرة بنفس فيها هاي اللي سكريبت فرح اعمل تغيير واحد فقط لا غير على اللي سكريبت اللي بدي اها رح ارجع افتحها وبدل ما اني حط المسار بهي الخطوة لنقول انه انا كمان في عندي مسارين ما رح يتغيروا ابدا بس انا بدي حدد هاي المسارات اثناء عملية التنفيذ فضمن الكوتيشن مارك بدل ما يكون في عندي المسار بالكامل رح قلو دولار ساين واحد رح حط اللي سلاش لانه متل ما حكيت ضرورية جدا وبالنسبة للسطر اللي بعده بدل ما يكون حاطت المسار بالكامل كمان رح قلو دولار ساين اثنين وكمان لا ننسى اللي سلاش لانه ضرورية جدا خلينا نحفظ هاي السكريبت ما في داعي اني ارجع اعملها اكسكيوتابل لانها لساها اكسكيوتابل بس هلأ عملية التنفيذ رح تختلف هلأ وقت اللي بيجي لنفذها لازم اني اعطي المسارات بعد السكريبت بحد ذاتها فرح يكون في عندي الاول اسم او اول مسار اللي هو السورس والمسار التاني اللي هو الهدف قبل ما ننفذها خلينا نحزف محتويات اللي عملناها اللي كانت موجودة بالباكب فرح قل له RM-RF خلينا نتأكد انه ما عد فيه اي شي كمان انحزف فهلأ رح ننفذ السكريب فرح قل له .slash select ورح اعطيه space رح اعطيه المسار الاول اللي كان الدوكومنت هون ما في داعي اني احط السلاش رح احزفها لانه موجودة ضمن السكريب بحد ذاتها هاد السورس والtarget اللي رح يكون الMNT data various والباكب كمان رح احزف اللي سلاش لاني حاطتها بالسكريبت بحد ذاتها ورح اضغط enter كمان رح يسألني شو بدي اعمل باكب ولا restore انا بدي اعمل باكب فرح اعطيه رقم واحد لو اجيت وعملت له ls مرة تانية رح شوف انه رجع وعطاني رجع ونسخ البيانات وممكن اني ارجع واستخدمها مرة واثنين وثلاثة واذا ضفت محتويات جديدة للdocuments وعملت هاي lscript نفذتها مرة تانية فبس رح ينسخ لي البيانات الجديدة وما رح ياخد اي وقت بعملية النسخ بتمنى تكونوا استفدتوا اذا استفدتوا لا تنسوا ضغط زر الاعجاب بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبامان الله اشتركواه